مرسي شكراً وأهلاً بسيادة المشاهدين أهلاً بحضي في البداية دكتور هنتكلم عن إيه علاقة مرض الكورونا بالعيون دايماً كده بنقول إن العين هي المراية اللي بيها نقدر نعرف الجسم عندنا عامل إزاي نقدر نخش جوه الجسم من خلال بوابة العين بتاعتنا يعني إيه الكلام ده يعني مثال آخر واحد جالي مبارح في العيادة ببص في عينه ولقيت عنده مظاهر إنه ممكن يكون عنده مرض السكر بقول له سكراك كام قال لي لأ أنا ما عنديش سكر نزل حلل تلع سكراه عالي جداً ده اللي احنا بنقوله إنه ممكن أمراض كتيرة جداً نشخصها من خلال العين طيب بالنسبة للكورونا أو فيروس كوفيد 19 آه طبعاً في علاقة في العين فيه أمراض كتيرة جداً زي الكوفيد عرفنا إن المريض ده عنده كوفيد من عينه لقينا الحاجات اللي احنا عارفينها دلوقتي إنه هو بيجي من التهاب في ملتحمة العين إيه ملتحمة العين؟ ده الغشاء الشفاف اللي هو بيبطن بياض العين أو صلبة العين بيجي فيه التهاب فيروسي وده بيبقى طبعاً أدام إحنا في الإيرا بتاعة الكوفيد بنشخص إنه هو كوفيد وبنبعثه يعمل التحاليل كمان الغريب دلوقتي إنه إحنا لقينا بعض الناس جالهم حاول بسبب الفيروس تاعة الكوفيد يعني هو لسه ملوش تفسير علمي بس تفسيرنا الشخصي إنه هو زي ما مرض كوفيد 19 بيسبب تكوين جلطات في الجسم زي الرئة لقدر الله أو حاجة زي كده بيحصل برضو عدم وصول تغذية لعضلات العين مما بيؤدي لحاول في بعض الحالات الندرة يعني